طيب دكتور محمد بمنحلك فيه تواصل مع الأهل الموجودين هناك في القطاع شكل الحياة يومهم ماشي ازاي؟ ما فيش حياة ببساطة يعني تخيل يعني أن الشخص الواحد بالكاد يستطيع أن يحصل على رغيف واحد من الخبز على مدار 24 ساعة تخيل أن الناس لا يجدون قطرة الماء بالكاد يجدون قطرة الماء إن موجدت يعني لم تعد هناك حياة يعني إذا أردت أن تتحدث عن حياة الحياة هي برعا رعب وخوف وانتظار الشهادة في كل لحظة لا أتحدث مع أحد من الأهل أو الأصدقاء أو الأخوة أو الزملاء في قطاع غزة إلا ويقول لي نحن ننتظر دورنا بالشهادة وإذا أنت ما تحدثت مع أحد صباحا ربما لو جاء المساء تجده قد يستشهد يعني جميعنا بالمناسبة ليس هناك أحد في قطاع غزة لم يستشهد له أحد جميع العائلات جميع الأسر جميع البيوت يعني هناك أصدقاء وزملاء أعزاء لم يكن يخطر على بالي في لحظة من اللحظات أن يستشهدوا استشهدوا هناك مسنين هناك مرضى كل الأعمار كل الشراح من الصعب أن نقول من عمر يوم نحن نتحدث عن الجنين في بطنه من الجنين في بطن أمه حتى الثمانين والتسعين يستشهد ويقتل ولا يراعون في ذلك إلا ولا ذمة يعني لدينا صديق وزميل في مكتب الرئاسة الفلسطينية الشهيد هاشم حسين أبوناده هو رجل سبعيني ورجل مريض بالضغط ومريض بالسكر وهو رجل يعني إنسان مؤدب وخلوق ومسالم كان يعيش مع حفيدته في برج اسمه الأندلس في غرب مدينة غزة طلب الجيش العدو أن تبقى أربع عائلات في هذا البرج وطلبوا من الناس أن ينزحوا أن يخرجوا حتى يتم القصف لم يمهلوا هذا الرجل السبعيني أو الثمانيني حتى يتمكن من النزول من البرج فقصف هو وحفيدته أبلغوا ومنتظروش حتى من إخلال المرح لم ينتظروا قصف واستشهد على أنقاض البرج وربنا سبحانه وتعالى كاتب عمرا جديدا لحفيدته التي ما زالت في رعاية المكاثرة هذه واحدة من القصص المأساوية أنت تتحدث بكل صدقا نحن نتحدث بكل التفاصيل اليومية المريرة عن حرب إبادة وتطهير عرق منهجية هو يتحدث عن يعني حتى البعض عندما يتحدث عن وقف القتال حتى مجلس الأمن الملعون الذي اتخذ أمس قرارا لم يدين تخيل لم يدين العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة المتواصل على قطاع غزة على مدى أربعين يوما لم يدين الإرهاب الصهيوني هم يتحدثون عن قتال أين هو القتال هل الأجنة هم مقاتلون هل النساء هم مقاتلات هل الأطفال هل المستشفى المعمداني هل الكنيسة الكنائس هل المخابز تخيل مستشفى نعود لمستشفى الشفاء أنت تقصف المستشفى وأنت تدمر مباني المستشفى لماذا تقصف بئر المياه لماذا تقصف أو أوقفت الطيار الكهربائب الكامل عن مستشفى الشفاء لماذا تقصف الألواح الشمسية تخيل أن هناك أكثر من عشرين مريضا في الرعاة المكثفة استشهدوا تخيل أن أكثر من عشرين طفلا من الأطفال الخدج الذين لا ذنب لهم سواء أنهم فلسطينيون قتلوا لماذا؟ يعني هذا السؤال برسم الضمير العالمي برسم الأمم المتحدة برسم مجلس الأمن الدولي برسم المجرم الأكبر جو بايدن الذي يدعم العدوان على مدار الساعة والذي يزود الطائرات الصهيونية الأمريكية بأحدث ما أنتجت مصانع السلاح الأمريكي من أسلحة لإبادة الشعب الفلسطيني هذه الحرب حان لها أن تقف وحان لها أن يعني وحان لبحر الدم الفلسطيني أن يتوقف العدو الساعة دوما كان يقول نحن نتمنى أن نستيقظ لنجد أن البحر قد ابتلع قطاع غزة الآن أخي العزيز وللمشاهد العزاء بحر الدم الفلسطيني أغرق قطاع غزة لكن بكل تأكيد نحن باقون صامدون لن نرحل وبإذن الله سننتصر بإذن الله